نذهب إلى خبر Warner Brothers لأن أسهمها متراجعة بقوة لنلقي نظر عليها سجلت Warner Brothers Discovery خسائر فصلية بأسوأ من التوقعات وصلت إلى 10 مليارات دولار نتيجة خفض تقييم أصولها التلفزيونية وسجلت شركة المتخصصة بالبث التلفزيوني سجلت مخصصات غير نقدية لإطفاء الشهرة Non-cash Goodwill Charge قدرها 9 مليارات و 100 مليون دولار بالربع الثاني وذلك خلال إعادة تقييم القيمة الدفترية لأعمال شبكات التلفزيون التي تبين أنها كانت أعلى من القيمة السوقية لها وانخفضت إرادات شبكات التلفزيون التابعة ل Warner Brothers يلي هي Discovery و TNT للسبور بنسبة 8% إلى 5.3 مليار دولار خلال الربع الثاني مع انخفاض إرادات التوزيع والأعلان في القطاع أسهم Warner Brothers على تراجع بـ 11.2% اليوم في ظل هذه النتائج ترجمة نانسي قنقر